نروح نشوف ردود أفعال أهالي بني سويف عن الإنجازات والمشاريع اللي نفذتها الدولة في المحافظة في نقلة حضرية تمت هنا في قرية ستسو الأمراء مش بس في قرية ستسو الأمراء هي في ست وحدات محلية بيشملهم ستة وستين قرية هنا في مركزين ناصر وردود عندنا إتناشر وحدة محلية في ستة منهم في مركز بيبا بس بيغطوا ستة واربعين قرية تم نقلهم نقلة حضرية كانوا بيعانوا عشان كده كنا بنسميهم الأقصر احتياجا المركز الأقصر احتياجا عشان كده شملتهم مبادرة رئاسية حياة كريمة وكان أول مركز معنا هو مركز ناصر بعدد ستة وستين قرية 1616 مشروع يتحولوا من قرية كانت بتعاني من المياه الجوفية من عدم وجود طرق داخلية مش بس كده حتى الفصول كان فيها تجدس حضرتك عارف أن المبادرة الرئاسية مبادرة هدفها التنمية الشاملة عملنا مجمع خدمي زي الموجود وراء مننا بيشمل مركز تكنولوجي وكمان بيشمل مكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي وسجل مدن وشهر عقاري مش بس كده مقر للوحدة المحلية ومقر للمجلس الشعب المحلي موسيقى عندنا ست مجالس قروية اجمال القرى التابعة للمركز 46 قرية تعداد سبكاني 525 ألف نسمة على مستوى المركز حاجة كلها الحمد لله 46 قرية داخلوا حياة كريمة عندي 1131 مشروع شغال على مستوى المركز من ضمنهم قرية ستس اللي احنا فيها حاليا دلوقتي يا باختك يا أستاذ صلاح يا باختك يعني حياة كريمة مركزة معك وجدا الحمد لله مركز بيبا يمكن اول مركز الحمد لله مركزين دخلوا في المحافظة من ضمنهم مركز بيبا فيه 46 قرية المركز الثاني فيه 19 قرية يعني انا احنا خدنا نصيب الأسد الحمد لله في حياة كريمة مشروعات بتنفذ على أرض الواقع كل حاجة هنا يعني والله العظيم فعلا فيها فايدة كبيرة أولي البلد وفانا البلد اتغيرت يعني بقت من قرية لمحافظة الله أكبر أو الله العظيم ده إيه الفتوح ده كله أو الله من قرية فعلا لمحافظة وإحنا بقى هنا هوفستس فقابلنا أبو حميد وقفنا قال لنا أنا عايز أقول حاجة عايز تقول لي أبو حميد عايز أشكر الرئيس على إنجازاته على تخطوطاته في كل حاجة وهو نورنا النهاردة في قرية سس وحلانا وزودنا النص وعمل إنجازات كتيرة معان ومفّرنا كل حاجة ومفّرنا الإنجازات كل حاجة والمواصلات وكل حياة موفّرة ترجمة نانسي قنقر